إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات رب وسلامه عليه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يخبر سبحانه وتعالى أنه المتفضل على الخلق الذي عم فضله وعظم نعمه وإحسانه على الخلق وأنه خلق الخلق في هذه الحياة لغاية عظيمة وهي عبادته جل وعلا وإحسان العمل في هذه الحياة وأنه ابتلاهم في هذه الحياة بالشهوات فمن أحسن العمل بأن أخلص العبادة لله جل وعلا وتابع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الشهوات كان من أهل الجنة قال العلماء أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثره لأن المراد إخلاص العمل لله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تجد أن كثيرا من أهل الضلال والانحراف ممن عبدوا الله جل وعلا عبادة شديدة ولكنهم من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والحديث صحهه العلماء قال الخوارج كلاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء الذين يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما نشاهد في عالمنا الإسلام اليوم ممن فهموا الدين الإسلامية فهما خاطئا فتوجهوا لقتل المسلمين والأبرياء ممن لم يخرجوا من دين الإسلام فكانوا في نار جهنم رغم ما كانوا فيه من العبادة حتى أن عبادة الخوارج كانت أشد من عبادة الصحابة وقيامهم بالليل كان أشد من قيام الصحابة ولكنهم ما أحسن العمل ما كانت أعمالهم متابعة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يا إخوان نفهم إننا مفروض نفهم الدين فهم صحيح ونحسن العمل العمل يكون خالص لله جل وعلا ما نصرف العبادة لغير الله كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يصرف العبادات لغير الله جل وعلا يدعو غير الله تقول له نادي الله براه ما تنادي الأولياء ما تنادي المكاشفي ما تنادي الختم ما تنادي غير من الأولياء بعد يدعوهم مع الله سبحانه وتعالى وده كفر يا جماعة وده الإنسان الماعمل كده ما حقق الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الله قال لك ما تدعو مع الله أحد ودهك يا جماعة دهك جاءت به كل الرسل الرسل ديل ربنا الرسل لكي يخبروا الناس أن يتوجهوا بالعبادة لله وحده لا شريك له والأمر ده ما فيه مجاملة قال الله جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كل الرسل يا جماعة بيأتلي الأقوام ويأمرونهم بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له يدعو الله يستغيث بأله يتوكل على الله يزبح لأله لشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الله قال لك ما فيه إنسان أضل من البنات غير الله وده حاصل يا جماعة اليوم ولا ما حاصل حاصل ولا ما حاصل في ناس لما تأتيهم الشدائد بيمشوا للقباب والأضرحة والأموات ينادونهم مع الله جل وعلا وهذا الشرك الذي كان عليه المشركون الأوائل الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وأخبر عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا زعموا أن الأولياء هم واصط بينهم وبين الله فيدعون الأولياء ليقربونهم إلى الله جل وعلا وهذا منهج المشركين الأوائل لذلك الناس تخلص العبادة لله جل وعلا وده حق ولا على كيفك حق الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا والشرك بالله أكبر جريمة وقعت على الأرض أكبر من الزنا أكبر من شرب الخمر أكبر من قتل النفس الشرك بالله يا جماعة الحاصل اليوم في بلدنا للأسف الشديد هذه أكبر جريمة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله تأكبر جريمة الليلة ولحنا الليلة كثير من الناس ما شغالين بالأمر هذا وما شغالين بأمر العقيدة وأمر التوحيد أن كثير من الناس اشتغلوا بالدنيا وربما وصل بهم الأمر إلى عبادة الدنيا ولا يشتغلون بقال الله وقال رسوله الناس أقعين في الشرك وربما هم يكونوا أقعين في الشرك بالله جل وعلا ولا يهمهم الأمر وهذا والله إذا لم يتغير فإنه موشك بنزول العذاب من الله جل وعلا لأن هذه أكبر جريمة يقول الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لو الناس آمنوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى واتقوا فعلوا الطاعات وتركوا المحرمات لفتح الله عليهم من الخير ولكن كيف يأتينا الخير وكيف لا يرتفع الدولار وكيف لا تكون المعيشة في ضنك وكثير من الناس بعيدين عن التوحيد وبعيدين عن العقيدة الصحيحة وبعيدين عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدين عن عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وواقعين في كثير من المحرمات وهذه الذنوب لها آثار ولها عقوبات الناس إذا لم تتب إلى الله جل وعلا أنزر الله عقوبته وهذا من الخطر العظيم والأدلة على توحيد الله جل وعلا كثيرة في كتاب الله جل وعلا من ذلك ما بيّنه الله أن النعم كلها منه جل وعلا وحده ما في ولي ما في شيخ ما في فكي أنعم على العباد برزق الرزق كل من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله ما في شيخ أداك حاجة ولا ولي ولا فكي ولا غيره لشان كذا تعبد الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا قال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون بعد ما الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سخر لنا السحابة والبحارة والسفنة وأنزل من السماء ماء وأنعم علينا بالنعم بعد ناس قال الله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله بعد ناس يعبدوا الله يعبدوا غير الله زي ما يعبدوا زي ما يعبد المسلمين الله سبحانه وتعالى واحد تلقاه يقول بدل ما يقول يا الله يقول يا واد بدر بدل ما يقول يا الله يقول يا واد حسونة والنبي صلى الله عليه وسلم النبي ذاته قال إذا سألت فاسأل الله ما قال فاسأل واد حسونة لذلك يا جماعة دحق الله سبحانه وتعالى والله تفضل علينا بكل النعمة في الكوندة نخليه وندعو الأولياء مع الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى توعد أمثال هؤلاء بالعذاب الألم ولو يرى الذين ظرموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب يوم القيامة يندم هؤلاء الذين عبدوا غير الله الذين توكلوا على غير الله جل وعلا زي ما يقول لك الليلة يتكلم عن شيخه يقول لك المتوكل لأمر يكل الكباشي يتوكل على الكباشي والعياذ بالله ويدعو لا في المدائح والله جل وعلا يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله يقول لك تتوكل عليه والله يقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله بيرزقك والله بيديك لأنه وعد المتوكلين عليه وهؤلاء لا يملكون لك شيئا لكذا ربنا سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا يملكون الشفاعة الله قال لك غير الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء أبدا لا في السماء ولا في الأرض وما عندهم نصيب من هذا الملك ولا أحد من الأولياء أو الشياطين يعاونون الله جل وعلا في ملكه ولا يملكون الشفاعة يوم الغيامة في ناس مجرمين بيقول لك بعدين يقول لك في زربت المكاشفي ولا يقول لك ديل بيشفع لك يوم الغيامة وهذا من الضرار العظيم لأن هؤلاء يقعون في الشرك ويطلبون الشفاعة من غير الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فالمشرك ما عنده شفاعة ما عنده شفاعة لأنه أشرك بالله جل وعلا يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يا للقدوة كانوا في قزوة بدر وكانوا في شدة عظيمة قال الله جل وعلا عنهم في كتابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استغاثوا بالله جل وعلا والاستغاثة الدعاء في الشدة استغاثوا بالله جل وعلا واستجاب الله لهم وهذا شأن المسلمين ومن العبادات عبادة الخشوع كثير من الناس تلقوا ذليل وخاشع للقبور والأضرحة والله سبحانه وتعالى يخبر عن الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الخشوع دا لله جل وعلا تجد كثير من الناس ممن ينتسب للإسلام وده بيطلعك بر الإسلام البيعمل كده مشرك كافر بالله جل وعلا نقول لك واضح يا جماعة أشان ما نقشك ومات بالجهنم والذي يخالف دين الإسلام ودين الرسل ينبغي على المسلمين وعلى دعاة الإسلام أن يبينوا حاله للناس حتى يحذر الناس من هذه المسارك الخبيثة المسارك السيئة التي هي أشد من مسارك أهل الزنا وأهل الفجور وشرب الخمر الله جل وعلا حذر من هذه المسارك السيئة من الخشوع لغيره كما هو حاصل في القبور يخشع ويبكي عند قبر الشيخ ويدعو الشيخ ويعظم الشيخ في قلبه كتعظيم الله أو أشد ويدعوه كما يدعى الله سبحانه وتعالى ويطوف بقبره ما شايف القبور دي بيطوف بيها والطواف دي عبادة يا جماعة يتقرب بها إلى الله لا ينبغي أن يتقرب بها لغير الله لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وليطوفوا بالبيت العتيق ما قال بقبة الشيخ فلان ولا غيره ما قال كده الطواف ببيت الله جل وعلا وصرف العبادات لغير الله شرك أكبر قال الله الدليل كله بدليل ما بنجيكنا بكلام ساكد أفتكر وأعتقد وأبوي الشيخ قام وطار وركى وطلع شنب لا لا ما في كلام زي ده في آية من كتاب الله وحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر يا جماعة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الجهاد في سبيل الله نتقرب به إلى الله جل وعلا ما دائرين قضين نشتم زول أو نسب زول إنما دائرين ننتشر المسلمين الواقعين في هذه المعاصي من هذا الشر حتى لا يعمن الله سبحانه وتعالى بالعذاب وحتى لا يعذبنا الله جل وعلا على كتمان هذا الأمر وهذا من أوجب الواجبات التي ينبغي على المسلمين أن يجتهدوا فيها فالخشوع عبادة لله جل وعلا والدعاء عبادة ومن يدعو أو يصرف شيء من العبادة لغير الله فهو كافر كما قال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الله قال لك من دعا اتأمل في آية الله سبحانه وتعالى اتأمل في الكلام ده وهذا أنفع لك وبه نجاتك من عذاب الله جل وعلا ومن يدعو مع الله سمى الله من دعا غيره كافرا كما في نهاية الآية إنه لا يفلح الكافرون وبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الشرك ليس عندهم دليل على الشرك أبدا ودنا كلام نتحد به أهل الشرك وأهل الانحراف الذين رفضوا كتاب الله ورفضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم أي دليل الله قال لا برهان لهم به لا برهان لهم به وكما قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أسماء سموها ناس هم وأبواتهم أبويا الشيخ فلان درسلوا الله حاجة لقوا عليها الآباء وما شين عليها لكن لا الله قال لا الرسول قال بل تجيب له الله قال والرسول قال يسعل ما يرضى ويا جماعة ذا كلام خطير ذا كلام خطير مرة وحدة والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله يقول أمر يا أخي تقول لي أبواتي دادرب أبواتي ما بخلو أدلق عليه أبواتي ياخي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي تقول لي دادرب أبواتي فده ما أبحلك أمام الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أخبر إن في ناس يوم الغيامة بيندم أشد الندم لأنهم يتبعوا لهم ناس في الدنيا دي واتخذوهم اتخذوهم مدبوعين أخبر عن ندمتهم يوم القيامة يندم ندم شديد يوم القيامة كما قال الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ناس يوم القيامة يندموا يقول ليك يندموا نقول في ناس جون بكلام الله سبحانه وتعالى وجون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لينا اتبعوا التوحيد وأتركوا الشرك تخيل شالوا الشرك وخلوا التوحيد ده ما خسر زوري خلت التوحيد يا جماعة ودي حاجة بالزعل ويتبع الشرك وده ما الله ما بيغفر ليه أبدا الزور اللي بيجي بالشرك ده ده في جهنم خالدا مخلدا فيها حتى لو زعم بلسانه أنه مسلم لأنه يا جماعة الإسلام ده ما ادعاء ساكت بالكلام الإسلام ده ما بيه الكلام يا جماعة بس أنا مسلم كده وتاني تسوي السبع وزمتها تشرك بالله ترتكب الكبائر تعمل أي حاجة انت كده يا إما مشرك يا إما مؤمن ناقص الإيمان بحسب ذنوبك ومعصيتك الإسلام ده لابد أنه تطبق يكون على جوارحك وفي حقائدك لشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله الشرك ده ما بيغفره لا تدعو أحد غير الله سبحانه وتعالى وما تقع في شيء من الشركيات لا تذبح لغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله كثير من الناس الليلة يمشوا ويطبحوا في القبب ويا الشيخ الجناء ويا الشيخ هذا نذر للشيخ وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى من تعليق التمائم وغير ذلك هذا الله أعلم ويحكم وصلى الله سيدنا أحمد ترجمة نانسي قنقر